بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سنشرح الآن مبدأ اسمه مبدأ الاشتقاق اللغارتمي يمكن بالتطبيق واشتقاق أي دالة معقدة سنشرح وأولا ثم سأشرح وأطبق على المثال مباشرة إذن سندرس الآن ما يسمى بالاشتقاق اللغارتمي وكثيرا ما يأتي سؤال في الاختبار الثاني والاختبار النهائي يقول لك باستخدام الاشتقاق اللغارتمي احسب مشتقة الدالة التالية الاشتقاق اللغارتمي إذا عندي دالة مثلا y تساوي إلى f في الـ x وقال لي اشتقى استخدم اشتقاق اللغارتمي خليني أطبق رأسا مثال يعني إذا كان عندي مثلا خليني ناخد الدالة x وس x هذه من الدوالة المعقدة كثيرا إذن اشتق هذه الدالة فالخطوة الأولى إذن طلب مني أن أحسب مشتقة هذه الدالة الأمر يمر بسلاس خطوات أولا نأخذ لغارتم الطرفين إذن الخطوة الأولى نأخذ اللغارتم الطبيعي للطرفين على اللغارتم الطبيعي للطرفين ونطبق خواص اللغارتم الخواص اللغارتم اللي هي عبارة عن سلاسة خواص يعني لو جينا لهذه الحالة يعني نأخذ اللغارتم الطرف الأيسر يساوي إلى لغارتم الطرف الأيمن إذن هذه الخطوة الأولى نأخذ لغارتم لو جينا نطبق على المثال إذن الخطوة الأولى نأخذ لغارتم الطبيعي لغارتم الواي هي الطرف الأيسر نأخذ لغارتم x وس x إذن هنا x وس x إيش قلنا نأخذ لغارتم الطبيعي مو نوقف ونطبق خواص اللغارتم لغارتم x وس x من خواص اللغارتم إنه القوة هذه اللي مرفوعة نأتي بها إلى قبل اللغارتم إذن هذا يكتب بالشكل x بلغارتم إذن هذا طبقنا خواص اللغارتم وأخذنا لغارتم الطرفين هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية نشتق الطرفين الخطوة الثانية نشتق الطرفين الطرفين وأركز على كلمة الطرفين غالبا الطالب اشتق طرفه بعفل الطرف الآخر نأتي إن مشتقة logarithm Y حسب قاعدة الاشتقاق هي مشتقة ما بعد ال L N هو Y ومشتقة Y هي Y شرطة على ما بعد ال L N الآن هنا نأتي إلى مشتقة logarithm F X إذن نشتق الطرفين هذه هي علاقة الخطوة الثانية لو جينا لهن لنشتق الطرفين إن مشتق اللوغارتمل Y أنه هو مشتق ما بعد اللوغارتمل على ما بعد اللوغارتمل مشتق هذا المقدار جداء طبعا يشتق حسب قاعدة الجداء مشتقة الأول ضرب الثاني زائد مشتقة الثاني ضرب الأول إذن كتبناه بالتفصيل المؤمن وهذا إيش يساوي الطرف الأيسر هو Y شرطة على Y مشتق الأيكس هو واحد واحد ضرب اللوغارتمل X زائد X ضرب اللوغارتمل X مشتقه هو مشتق ما بعد اللوغارتمل على ما بعد اللوغارتمل لكن X مع X تختصر فأحصل على أنه Y شرطة على Y هي عبارة عن اللوغارتمل X زائد واحد إذن هاي مع هاي بتختصر وبقى اللوغارتمل X زائدا واحد هذه الخطوة الثانية الخطوة الأخيرة نضرب الطرفين بY لو ضربنا الطرفين في Y اللي حصلنا هنا على الY فتحة هنا نحصل على Y ضرب مشتق لوغارتم F الـ X إذن هكذا لو جينا لهون نطبق هذه الخطوة لو ضربنا الطرفين بالY لو حصلنا على الY فتحة يساوي اللوغارت من X زائد واحد مضروبا بالY لكن من هي الY؟ الY هو عطينيها بنص التمرين هي X أو X لو حطيناها هون إذن بطلع معي اللوغارت من X زائد واحد ضرب الY يعني ضرب X أو X إذن وبالتالي أكون قد حليت هذا المثال بثلاث خطوات إذن نأخذ لوغارتم الطرفين نشتق الطرفين نضرب الطرفين في كل الخطوات الخطوات على الطرفين فلا ننسى هذه الملاحظة الآن ننتقل إلى المثال التالي استخدم الاشتقاق اللوغارتمي لإيجاد مشتقة هذه الدالة دالة عادية إذن أول خطوة نأخذ لوغارتم الطبيعي لوغارتم الY يساوي لوغارتم الكسر للتكعيب على الجزر إن الجزر يكتب أس نص الآن من خواص اللوغارتم لوغارتم الكسر يساوي لوغارتم البسط سالب لوغارتم المقام الآن أيضا من خواص اللوغارتم الأس بنزل إلى قبل اللوغارتم فأحصل على الطرف الأيسر هو لوغارتم الY الطرف الأيمن هو ثلاثة لوغارتم القوس ثلاثة لوغارتم البسط خمسة إكس ناقس أربعة وهذا الأس بنزل للقبل إذن هو نصف لغارتم X زائد واحد الآن لنشتق هذه الخطوة الأولى خلصت إذن نأخذ لغارتم الطرفين ونطبق خواصة لغارتم الخطوة الثانية نشتق الطرفين لنشتق الطرفين مشتق الطرفيس مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم وفتح على Y مشتق هذا المقدار مشتق ثلاثة برمان مشتق ما بعد اللغارتم هو خمسة على خمسة X ناس أربعة ومشتق ما بعد اللغارتم هو 2 على 2X زائد واحد من هون 2 تختصر مع الاتنين الثلاثة في الخمسة 15 إذن 15 واحد ناس الآن هذه الخطوة الثانية اللي خلصت الخطوة الأخيرة لنضرب الطرفين بالY لو ضربناهم بY نحصل على Y فتحة إذن وهات نضربه في الY والY من هي هي هذا المقدار إذن نضعه ونحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته